أفردت الصحف الصدر اليوم الخميس ببلدان أمريكا الشمالية الحيزة الأكبر من صفحاتها لتداعيات وباء كورونا وللجهود المبدولة من قبل بلدان المنطقة لمكافحته ففي الولايات المتحدة ذكرت ذهيل أن الرئيس دونالد ترامب يمتنع إعلان أمر وطني بالحجر الصحي على الرغم من أن بعض حكام الولايات يرفضون فرض تدابيرا يراها كبر المسؤولين في قطاع الصحة ضرورية لإبطاء تفشي الوباء أما صحيفة أوليتيكو فأوردت أن عددا من حكام الولايات المنتمنة للحزب الديمقراطي عبروا عن معارضتهم لتدابير الرئيس ترامب للأزمة الناجمة عن تفشي جائحة كورونا بانما قد تطلب إرجاء سداد ديونها تعانون يومية بانما أمريكا وفي التفاصيل نقرأ أن البلد الكاريبي وعلى الرغم من أنه لا يوجد ضمن قائمة البدان المرشحة لطلب تعليق سداد ديونها من أجل إعادة توجيه مواردها لمكافحة تفشي وباء كورونا كما اقترح ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فإنه قد يضطر إلى هذه الخطوة إذا تفقم الوضع واستمرت الأزمة الصحية لوقت أطول وفي كندا أفدت لوجورنال دوم الريال أن الآلاف من الأقنع الواقية الخاصة بحماية العاملين في قطاع الصحة بكيفيك تم إرجعها إلى الولايات المتحدة بطريقة غريبة بعد تسليمها إلى المقطعة أما يومية إلسول ديميخيكو المكسيكية فتوقفت عند التداعية الاقتصادية لوباء كورونا على البلاد مشيرة إلى أن وزارة المالية تتوقع انكماشا اقتصاديا قد يصل حتى 3.9% عندما تم السنة الجارية